بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اعتلى نعله الأرض وأفضل البشر والخلق أجمعين في الصفات الكريمة المحببة ومنها العطاء والبذل في سبيل إسعاد الآخرين وشخصية اليوم هي النموزج الأعظم في هذه الصفة الحمدية إنها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أمي كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله أخبريني أنت يا حبيبتي كيف حال أبيك وإخواتك؟ ومن يقوم على رعايتهم أثناء تعبي؟ من يعد لكم الطعام؟ ومن يقوم على راحة أبيك وقضاء طلباته؟ لا عليك يا أمي لا تقلقي علينا فنحن كبار بما فيه الكفاية ونستطيع أن نقوم على شؤون البيت أما أبي فهو لا يطلب شيئا أبدا أنتم لم تعتادوا على ذلك من قبل يا ابنتي ووالدكم أيضا وهي قد حان الوقت يا أمي أوليس من العدل أن تنالي قصة من الراحة؟ أحسنت يا حبيبتي أشعر الآن بأن جهدي في تربيتكم لم يذهب هضرا بارك الله فيك وفي إخوتك بارك الله لنا فيك يا أمي وإن شاء الله ستعودين كما كنتي وأفضل أما الآن فسأذهب لأعد الإفطار حفظك الله يا بنيتي وبارك فيك حدثنا يا أبي عن دور أمي في حياتك نعم يا أبي حدثنا عنها آه ماذا أقول عنها؟ لقد كانت دوما نعمة زوجة التي لا تمل أبدا من البذل والعطاء أتقصد أنها مثل السيدة خديجة رضي الله عنها؟ بالطبع مثلها فكم حكى لنا أبي عنها؟ ولكن لتعد علينا الحديث يا أبي فما أجملها من سيرة طيبة؟ نعم يا أبي احكي لنا عن السيدة خديجة هناك من هو أعلم مني بها فلنستمع منه وإن أردت أن أبدأ حديثي فماذا أقول؟ إنها أول المسلمين وسيدة نساء العالمين وزوج الرسول الأمين السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد المكية القرشية ذات الحسب والنسب والرفعة والمكانة هي أول من ناصرت الإسلام ورسوله بمالها ونفسها بقلبها وعقلها وروحها هي من كانت ترفض كبار قريش باحثة عن الصفات العلا فظلت تبحث حتى وفقها الله بأن تكون زوجة لخير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين هوّن عليك يا رجل الأمر لا يستحق كل هذا الغضب ولقد مرت أيام وأنت ما زلت على حالك كيف أنسى يا حاطب؟ وهذه هي المرة الثانية التي أتقدم لبنت ابن أسد ويتم رفضيه فكيف لا أغضب؟ إن الغضب يعصف بداخلي كالرياح الهائجة لقد أغبرتك من قبل بأن لا تذهب مرة ثانية ولكنك أسررت وهذا هو جزاء إصرارك فلتتحمل إذن عاقبة ما فعلت من تظن نفسها خديجة تلك؟ حتى ترفض من هو مثله ألا تعلم من أنا ومن أي قبيلة؟ حسبك يا سالم إنها خديجة بنت خويلد أهم ممرأة في قريش نسب ومال ورفعة ثم أنت تعرف أن هناك من هم أعظم منك قدرا في قريش وقد تم رفضهم أيضا فدعك من هذا الحديث حاولت يا حاطب إلا أن غضبي قد غلبني النساء دونها كثيرات يا صديقي حقا إلا أنه لا توجد واحدة فيهن تشبهها في مكانتها يا حاطب فأنا لم أرى في كافة النساء رجاحة عقل ولا هيبة ووقارا مثل ما رأيته في بنت خويلد فهي لا تشبهها واحدة من النساء وكأنها هبطت من السمهة مرحب سادة قريش مرحبك يا عوف ما حال صاحبك يا حاطب لا يرد تحية وقسامات الضاجر تعل وجهه ما بك يا سالم هو على هذا الحال منذ أيام منذ أن ذهب إلى بيت أسد وما حدث فيه أتقصد أمر خديجة وما غيره ألم تعلم بالخبر بعد خبر؟ عن أي خبر تتحدث يا عوف؟ خبر زواج خديجة بمحمد بن عبد المطلب ماذا؟ محمد بن عبد المطلب؟ أنا لا أصدق ما أسمعه أم تأكد أنت من الخبر؟ هذا ما حدث مكة كلها اليوم ستتحدث عن الخبر فأبو طالب قد أعلن عن خبر زواج ابن أخيه محمد بخديجة محمد؟ ولكن لما محمد؟ هو ليس من سادة قريش ولا من أغنيائها ربما أرادت المكانة يا سالم فأنت تعلم قدر بني هاشم في قريش؟ ليس هذا يا حاطب فخديجة ليست بحاجة إلى ذلك فهي من أشرف قريش ولكن أمرها مع محمد مختلف فلقد سمعت بأنها هي من أرسلت إلي لتحدثه في أمر الزواج بها ماذا تقول يا رجل؟ هل جلنت؟ اهدأ يا سالم ودعك من هذا الغضب الأهوج بل هو ما سمعت يا سالم فبعد أن قام محمد بإدارة تجارتها وعاد بها من الشام حتى أيقنت بأنه هو الأمين عليها وعلى مالها ونحن أيضا نعرف من هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وقد جربنا أماناته وصدقه لسنوات عجبا لهذا الأمر عجبا انتشر خبر زواج محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد في مكة سريعة وتناولته قريش في ندواتها لكونه حدثا عظيما فها هي سيدة قريش الأولى تتزوج برجل لا يملك جاها ولا مالا ككل من طلب التقرب منها وها قد فهموا أخيرا عما كانت تبحث خديجة هل الشرف والحسب هو لديها المال والجاه لديها أيضا فقد كانت تبحث عن الصفات العلا الخير والصدق الوفاء والعطاء الرحمة والكرم إنها كانت تبحث عن محمد فقط محمد محمد الرجل قبل أن يكون محمدا النبي مرت السنوات ورزق محمد من خديجة بالبنين والبنات وفي إحدى الليالي وبينما هو قائم يتعبد في غار حراء أتاه الأمين جبريل ليخبره بأنه نبي آخر الزمان عاد محمد إلى بيته وهو على غير الحال الذي ذهب به وما إن أخبرها بما حدث حتى صدقته وآمنت به واحتوته كما تحتوي الأم رضيعها في ليلة عاصفة ظلت بجواره حتى بدأت الدعوة تنتشر في مكة وبات الإسلام يهدد عروش الطغاة أعلمت يا عاتكة بما يدور الآن وما تدبره قريش لرسول الله ما الذي تدبره قريش لرسول الله أنبئني يا سعيد لقد اجتمع سادة قريش وقرروا محاربة رسول الله بمقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم أجمع حتى يتوقفوا عن نصرة رسول الله مقاطعة كيف ذلك يا سعيد لقد اتفقوا على أن لا يتزوجوا منهم وأن لا يتاجروا معهم وأن لا يجالسوهم أو يخالطوهم وقرروا أن لا يعودوا عن ذلك أبدا حتى تتخلى بن هاشم عن الدفاع عن محمد وحمايته ولقد كتبوا في ذلك كتابا وعلقوه في جوف الكعبة لعنة الله عليهم أجمعين أي حاربون رجلا أن يقول ربي الله وحده لا شريك له رجلا لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر أخشى على رسول الله يا عاتكة من هذه المكيدة إن الله ناصر رسله هكذا علمنا رسول الله فلا تخف صدقت يا عاتكة ولكن ماذا عن خديجة؟ هل ستستطيع العيش بعيدة عن رسول الله؟ ومن قال لك ذلك؟ والله إن خديجة لم تكن لتترك رسول الله أبدا في سراء أو ضراء ووالله إنها لأول المدافعين عن رسول الله قبل أبي طالب وبني هاشم أجمعين وأينما ذهب رسول الله فستكون خديجة معه لا محالة أعلم ذلك يا عاتكة فليعنها الله على ما تدبره قريش لرسول الله من كان يصدق بأن محمدا وبني هاشم سيصمدون في شعب أبي طالب كل هذا الوقت إنه أمر غريب حقا يا رجال كلما قلنا بأن محمدا قد خارت قواه وهو على شفى التسليم لقريش نجد منه عزما جديدا من أين أتى هذا الرجل بكل هذه القوة والصبر أما زلت تحصده على خديجة يا سالم ولم لا يعوف وقد كانت هي كل جيشه الذي استقام به ظهره وقاوم به قريشا لسنوات عدة فلولاها ما استطاع أن يحارب مثل هذه الحرب فحتى وهي محاصرة معه في الشعب تجد من يساعدهم من أهلها أتقصد حكيم بن حزام ابن أخيها ومن غيره إنه يدوم على إرسال الطعام والمؤن لهم في الخفاء إن لخديجة أذرعا لا تقطع يا عوف ولولاها ما طاق محمد الحصار أخالفك الرأي يا صديقي فأنت تعرف محمدا كما أعرفه إنه رجل صاحب عزيمة ولولا ذلك ما ناصره قومه وما آمن به رجال من قريش لم يؤمن به سوى قليل من صغار قريش يا رجل وهل حمزة بن عبد المطلب من صغار قريش إنه فارس قريش دعك من حمزة فهو من قومه ولا يناصره إلا لشرف يبحث عنه هو وبن هاشم أن يقال إن الله قد بعث فيهم نبيا دون سائر قبائل قريش وإنه والات والعزة لأمر لن يدوم طويلا وستجدث هذه الشجرة من أصولها على أيدينا نحن سادة قريش ولماذا لم تقطع الشجرة إلى الآن؟ أتقطع الشجرة حينما تقوى وتمتد فروعها إلى أعماق الأرض؟ ماذا بك يا حاطب؟ راك تتحدث بوهن أم أنك أصبحت تشفق على محمد ومن معه؟ على العكس يا رجل فقط أتعجب من صبر هؤلاء وتحملهم كل هذا الأذى في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ أسمعتم الخبر يا سادة قريش؟ عن أي خبر تتحدث يا رافع؟ تكلم هناك حديث في دار الندوة بين أبي طالب وسادة قريش لإنهاء الحصار ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ من أين جئت بهذه الأخبار؟ أنا عائد الآن من دار الندوة ولقد علمت بهذا الآن ما بك يا هشام أرد دجر محفوراً على قسمات وجهك ما الذي حدث؟ أو تسأل حقاً يا زهير؟ أراضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك حيث تعلم أقبلت نفسك هذا يا زهير؟ أتقصد بني هاشم؟ ومن غيرهم؟ تعلم بأن هذا ما أرادته قريش فما الذي أستطيع أن أفعله؟ أقسم بالله إنهم لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام لم تركهم وحدهم أبداً ويحك يا هشام ويحك ماذا أصنع وأنا وحدي؟ والله لو كان معي رجل واحد لقمت بنقد هذه الصحيفة وها أنت قد وجدت رجلاً يعينك يا زهير ومن هذا الرجل؟ هو أنا أه؟ أنت؟ أوليس لنا معين آخر؟ فإن الأمر جلل يا هشام لا عليك يا زهير فسأتيك بثلاثة من سادة رجال قريش ها أنا زهير بن أبي أمية وهؤلاء رجالها وكبراؤها هشام بن عمر والمطعم بن عدي وأبو البختري وزمعة بن الأسود ولقد رأينا أمراً لقد طال الحصار على أهلنا من بني هاشم ولم يعد الأمر يطاق وإنا قررنا إما الصلح وإما فك الحصار يا أهل مكة يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبن هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا